بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هناخد مع بعض يونت سبعة من دروس المادة ام مية وخمسين اي وهي بتتكلم عن انتروداكشن تو بايثن في تشارت هتلاقي موجود على مواقع الانترنت عامل كده بالزبط الجابا هنا والبيثون هنا والجابا عملها تطلع تطلع بالشكل ده على مدار السنين والبيثون كانت اقل منها او بدأت اقل منها وفضلت تطلع بالشكل ده الحد ما تحديدا في سنة الفين واربعتاشر او الفين وخمستاشر بدأت بدأ التشارت يتغير شكل وبدأت البيثون تبقى اعلى من الجابا ده معناه ايه? معنا ان مستخدمين بقوا اكتر ومعنا ان الشركات العالمية اللي في امريكا وبريطانيا وفي الدول المتقدمة الشركات الكبيرة بدأت تستخدم البايثون بدل الجابا الموضوع ده واقعي وحقيقي وانا برسم لك التشارت ده عشان اعرفك ان البايثون مش بس مهمة في المنهج بتاعك لا هي اصبحت مهمة في العالم كله بدأت شركات كتير جدا ان هي تغير من جابا الى بايثون مش معنى كده ان الجابا قليلة لا في شركات كبيرة جدا في العالم بتستخدم الجابا بس البايثون دلوقتي بقى يمكن اهم من الجابا. الشرط ده هتلاقيها على مواقع كتير. هنا بيكلمك على الخصائص بتاعت البيثون بيقول لك ان البيثون صورس آآ هي اوبين صورس جنرال بوربوس لانجوش. جنرال بوربوس يعني ايه? يعني متعددة الاغراض. يعني مثلا البي اتش بي والجابا سكريبت بتستخدم بس في الويب ابليكيشن. ولكن البيثون ممكن اعمل منها ويب ابليكيشن. ممكن اعمل منها ويندوز ابليكيشن. تطبيقات تشتغل على جهاز الكمبيوتر العادي. ممكن اعمل بيها مختلف انواع التطبيقات. اوبجيكت اوريانتد. اوبجيكت اوريانتد يعني ايه? زمان ايام زمان المبرمجين علشان يكتبوا اكواد او عشان يكتب برنامج كان لازم يكتبوا في ملف طويل عريض كده. يفضل يكتب الاكواد كلها فيه. ممكن يكون الملف ده فيه الف سطر برمجي ما عندوش مشكلة. طب لو طلع فيه عندك خطأ في جزء من الملف ده معنا ايه? معنا ان الملف كله هيبقى فيه ايرور. النهاردة قال لك لا احنا هنعتمد على فكرة وده مفهوم اسمه ممكن يكون عندي مثلا مجموعة من الملفات الملف ده مسؤول عن الملف ده مسؤول عن الملف ده مسؤول عن كزا ده مسؤول عن كزا كل مبرمج بيمسك ملف الواحد ويعمله. اذا المبرمج الواحد كان لازم يكتب البرنامج كله على بعضه بالشكل ده. انما النهاردة ممكن كل كلاس يمسكوا واحد مبرمج ويعملوا. وفي الاخر بنربط الكلاسات مع بعضها. وبنعمل برنامج واحد. ده باختصار مفهوم ده بالنسبة وبيقول لك كمان هي يعني لغة اجرائية. يعني بتعتمد على فكرة ان في جزء معين من الكود الجزء المعين من الكود ده كله بيعمل حاجة معين. سهل ربطها مع مختلف اللغات. دي مجموعة من لغات البرمجة السي والابجيكتف سي والجابا والبرتلان. سهل جدا ربطها مع اي لغم. ايزيتو انترفيز كمان مع السي بلاس بلاس. معظم المبرمجين بيبقى عنده مديولات قديمة من لغات تانية. يعني انا اه ممكن اعمل برنامج كبير. بس في مديول بدل مفضل اكتبه بالكامل بلغة البيتون. لا هو موجود عندي بلغة السي بلاس بلاس. هلأ ارجع اكتبه من اول وجديد ولا استخدم المديول التاني? فهو بيقول لك سهل ربطها مع المديولات القديمة. خلاص? وبيقول لك ان هي البيئة بتاعتها خلاص? هنا بيقول لك ان الدولود انت ممكن تتعمل لها دولود للغة من هنا. موجودة هنا. وعندك اللي هو ده. راجع يكلمك تاني عن المميزات. بس هنا بيقول لك ليه بنستخدم بنستخدم بنستخدمها عشان هي مش بس بتعتمد على فكرة اللي انا كلمتك عليها من شوية. كانت ثورة في عالم البرمجيات بيقول لك انها فيها حاجات كتير او امكانيات كتير زي هناخدها بعد كده. وحاجة تانية اسمها ان انا ممكن اقدر اعمل اكتر من بنفس الاسم. اللي هي الوراثة المتعددة. الحاجات دي هناخدها قدام شوية. بس عموما هو قصده يقول لك ان هي بخصائصها كلها. هي مجانية انت بتنزلها بلاش. في بعض اللغات مش فري زي مسلا السي شارب. السي شارب تابعة لشركة مايكروسوفت. انت لازم بتشتري برنامج بيجوال ستوديو. ولكن في حالة البيتون انت بتنزلها مجانا. داونلودينج ان ان استولينج. is free and easy. السورس كود is easily accessible. السورس كود بتاعها هو يعني ممكن توصله. لو عايز تعدل في اللغة نفسها لو عايز تبني لغة جديدة بناء على لغة البيتون ممكن توصل للسورس كود تعدل فيه وتبني لغة جديدة تماما عادي. وكمان بيقول لك مش معنى انها مجانية ان محدش بيدعمها. دا اللي بيخافوا منه لما بيكون لغة مجانية ان مفيش حد بيدعمها لان خلاص انا عملت برنامج او عملت لغة اللغة دي free. مش هفضل كل شوية اقدم لها دعم لان انا اساسا مقدمها مجانا. بس في ناس طلعوا اللي هما community بتاع البيتون قال لك لا احنا هنعمل لها تحديثات وهنعمل لها تطورات وهنعمل community كبير online موجود دلوقتي ممكن ان هو يساعد الناس او يعمل عمليات تطوير للغة البيتون. it's portable. portable. portable يعني ممكن ان انا مش بس بتشتغل على نظام تشغيل واحد لا ممكن تشتغل على اكتر من نظام تشغيل بنفس الطريقة. يعني زمان كانت السي شارب كانت بتشتغل على اللي هو الويندوز النهاردة حدسوها شوية. كمان بيقول لك البيتون ممكن تشتغل على ويندوز ممكن تشتغل على ماك ممكن تشتغل على هي بورتابول ممكن نقلها. كل انواع انظلة التشغيل بلادفورم اصدو هنا نظام تشغيل. كل الانواع اللي موجودة النهاردة بيشتغل عليها البيتون. تمام? طالما فيه بايثون انتربيرتر. طالما فيه مترجم للغة البيتون موجودة على الجهاز ممكن يشغل البرنامج. باورفول يعني لغة قوية. ودي معناها شوية حاجات زي مسلا ان هي يعني الانواع اللي موجودة في لغة اللي موجودة في لغة البيتون هي زمان في الجافا عشان اعرف متغير رقمي لازم اقول له انت ايه بيساوي خمس ما ينفعش الايه ده ادي له قيمة تانية القيمة دي مثلا نصية لازم تكون قيمة رقمي. لكن البيتون قال لك لا انت ما بتعملش انواع بالشكل ده انت بتقول له ايه بيساوي خمسة? عايز تقول له ايه بيساوي قيمة نصية عادي? عايز تقول له ايه بيساوي ترو عادي? فهي يعني دايناميك. كمان بيقول لك فيها بلت ان طايبز ان تولز يعني فيها ادوات كتير موجودة بلت ان في اللغة نفسها. وفيها فيها برضو مكتبات موجودة في اللغة نفسها. وفيها كمان دي بعض المكتبات اللي مش موجودة في اللغة نفسها. اللي مش موجودة في لغة البيتون. ولكن فيه اشخاص تانين راحوا عملوها بنفسهم او عملوها عملية وتقدر انت ان انت تستخدمها في برنامج البيتون. يبقى انت الطرف الاول بتتعامل مع اللي هو الطرف التاني. بتتعامل مع مكتبات خارجية اللي هي الطرف تالت او خلاص? طيب فيه كمان يعني على سبيل المثال لما انت بتيجي تعرف متغيرات والمتغيرات دي بعد كده ما يبقاش لها لازم. ما بتستخدمش في البرنامج بتاعك. اللي بيحصل لها? بتفضل تتراكم في الزاكرة بتاعة جهاز الكمبيوتر تتراقم لحد ما يبقى البرنامج بتاعك تقيل. فالمفروض ان بييجي شخص كده. هو مش شخص هو اداة. بس اسمها يعني عامل النظاف. بيجي يعمل ايه? اوتوماتيك. اوتوماتيك. يعني بشكل اوتوماتيك. بيروح ينظف لك الحاجات اللي شغلت الزاكرة واحنا ببنستخدمهاش. ده اسمه هناخده قدام شوي. عشان كده انت كمان عندك اوتوماتيك ميموري مانيجمنت. عايزة تقول لك ان احنا عندنا نفس الحاجات اللي بتعملها الجابا. الجابا عندها واحنا كمان عندنا. الجابا بورتابول واحنا كمان بورتابول. الجابا فري واحنا كمان فري. وعندنا حاجات تانية اضافية. يمكن مش موجودة عند الجابا ولكن موجودة عندنا. تمام? طيب. تعالوا بقى اول حاجة نعملها ان احنا نعمل للبرنامج اللي احنا هنشتغل عليه ونشغل عليه البيتون. اول حاجة. هتدخل على جوجل. انا عندي ممكن اكتب هنا مباشرة انه هو يبحث في جوجل. فانا مش هبحث في خانة البحث هبحث هنا. لو كتبت بس بايثون. او بايثون دوت ارج. ممكن تكتب بس بايثون. او انستول بايثون. اهو ده هو اللوودينج بايثون. بتدخل هنا وبتنزل بايثون من هنا. ده هو اللوود بايثون. تمام? لو انت ما بتشتغلش على ويندوز. ممكن تنزل من هنا. ده هينزلك اللينوكس. او اليونيكس. تدخل عليه هينزل هناك. ده للماك. ولو انت تشغل على تاني هتضغط على بس احنا هنزله من هنا. تمام? بعد ما تنزله كل اللي هتعمله تعالى نضغط عليه كده. انسيبه ينزل بقى. بعد ما تنزله هتضغط نكست 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 نكست. خلاص. تمام? كده انت بتعمله عملية في برنامج تاني كمان هنحتاجه. اسمه ثوني. يعني انت هتنزل اللي اتنين. هتنزل ده وهتنزل كمان برنامج تاني اسمه ثوني. شوف الكلمة عاملة ازاي اكتبها زي ما هي كده. هنحتاجه. وهو اسهل من البرنامج اللي موجود عندنا في المنهج. فهو مهم جدا. لانه هيعلمك البيتون بسهولة. خلاص? اضغط عليه. مش فارقة بقى نتعلم على ايه بالزبط. انا لما ضغط عليه الدالي ده. قال لك برضو فيه اصدار للويندوز وفيه للماك وفيه للينيكس. فانت هتضغط الويندوز. فهينزلهن هو كمان اهو. يبقى هنا بينزلك البيتون العادي وهنا بينزلك الثوني. اللي اتنين انك تعملهم انسطول عملية سهلة جدا جدا جدا. هنا بيقول لك المفروض انك تكتب في اول الملف. يعني لما نيجي بعد كده هنعمل ملفات. العملية دي عملية متقدمة شوية. لما نيجي نعمل ملفات بعد كده هنعملها دوت بي واي. عشان الملف ده نقدر نشغل فيه اكواد البيتون. وبيقول لك المفروض ان في اول ملف انك تحط السطر ده. عموما هو السطر ده حاليا بالنسبة لنا مش مهم. ولكن هو مهم لما تكون مسطب او عامل انسطول عندك في الجهاز لأكتر من 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 البيتون. يبقى انت في الحالة دي محتاج انك تحط السطر ده. هنا جايب لك نفس الكلام اللي احنا قلناه وراجع يعيد في تاني. سهلة في التعام في التعلم مش عارف ايه حاجات كتير كده. وبعدين بيقول لك عشان تنزل البيتون ممكن تروح تنزله من الموقع ده واحنا نزلناه خلاص. هنا بيقول لك المفروض هنبدأ نعمل البيتون دلوقتي. بيقول لك عالطريقة هنا جايب لك شوية صور. هنا جايب يقول لك انه بورتابل يعني ايه? يعني ممكن يشتغل على اكتر من بلادفورم او اكتر من نظام تشغيل. يعني ايه? يعني ممكن انا اعمل موديولات تانية من لغات تانية واقدر ان انا بدل ما استعمل الحاجات بتاعة البيتون بس لانا ممكن استعمل كمان امكانيات اللغات التانية. تمام? يعني تم برمجته من الاول على انظمة يونيكس. وهنا بيقول لك بروغرامز اوفين كان بي بورتت فروم وان اوبراتينج سيستيم تو انادر وزاوت اني تشينج. يعني ممكن ان انت البرنامج اللي عملته على انظام آآ ويندوز ممكن يشتغل على ممكن يشتغل على ماك من غير اي تغيير فيه. يعني كمان بيسرع آآ وقت التشغيل اللي هو وقت البرمجة يعني. هو سهل جدا او من السهولة اللي يخلي آآ المبرمجين المبتدئين يشتغلوا عليه. برغم ان هو سيمبل او بسيط ولكن هو هو لغة قوية استخلي الناس اللي هم الاقوية في البرمجة ينجذبوا للغة. طيب تعال بقى نبدأ نعمل لايه? اهو. الاتنين نزلوا عندنا البيتون نزل عندنا. فانت بتضغط عليه. بيفتع عندك. زي ما قلت لك كل الموضوع ان انت هتعمل له نيكست نيكست. طبعا انا المشكلة ان انا عامل له عندي في الجهاز. فعشان انا عامل له انستول فبيقول لي هنا انا مش محتاج اعمل له او تعمل له وبعدين زي ما قلت لك تعمل نيكست 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 وفي الاخر خلاص. الثوني انا مش عامل له فتعالوا نعمل مع بعض. يمكن الثوني فيه شوية اختيارات اكتر من البيتون. البيتون انت مش هتحتاج ان انت تعمل حاجة زيادة. في الثوني لازم تعلم على كل الخيارات. تعمل نيكست وانستول. او دلوقتي بيعمل بريبيرينج تون الصول ثوني اون يور كومبيوتر. اهو بنعمل فنش. هو المفروض ان يعني بيكون في خلاص خيارات بس هو ما جبلناش اي خيارات. برنامج سهل جدا 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 وبيخليك تقدر ان انت تكتشف الاخطاء البرمجية اللي موجودة. شوف لما نيجي نفتحه. البرنامج سهل بكل بساطة انت بتحط الكود البرمجي بتاعك هنا ولما بتيجي تعمل من هنا بتعمل بيقوم شغال لك الكوتين. فالبرنامج ده جميل وسهل جدا. خلاص? طيب. عموما احنا هنشتغل مبدئيا على ايه? هنشتغل على حاجة اسمها ايدل. الايدل دي هتجيبها منين? من قيمة هتكتب اي دي ال اي. فجاب لنا الايدل. في بعض الناس ما بتلاقيهاش من اول مرة بالشكل ده. تعمل ايه? هقول لك تعمل ايه? افتح قيمة برضو. وتعالى هنا انزل تحت ده حرف الام. لا عفوا ده حرف الايه. انزل لحد حرف الاف. ده حرف الجي. الام. عفوا انزل لحد حرف البي. حرف البي هتلاقي تحته بايثون. اضغط على بايثون هتلاقي تحته ايدل. اهي. دي اللي احنا هنتعامل معها دلوقتي. تمام? طيب. خلص احنا دلوقتي نعتبر خلصنا الجزء النظري. عايزين ندخل مباشرة في الجزء البرمجي عشان نفهم برمجة شوي. عايزك تنسل مذكرة شوية. والجزء اللي باقي لما يجي يختبرك فيه هيختبرك في البرمجة. هل انت فاهمها ولا لا? فانا مش عايزك تقعد بقى تشوف كل كلمة بتقول ايه? لانا عايزك تفهم برمجة الاول وبعد كده مر على المذكرة بعدها. خلاص? طيب. لما اجي اقول لك هنا عايز اطبع كلمة على الشاشة. اطبعها ازاي? بكل بساطة هتكتب كلمة برينت. وبعدين تفتح قوس بالشكل ده. وبعدين تحط القوس هتجيبه منين? مع رقم تسعة. من لوحة المفاتيح. هتجيبها منين? مع حرف الطه من لوحة المفاتيح. بس يكون اللغة انجليزي مش اللغة عربي. يعني اللغة عندك في لوحة المفاتيح بتكتب انجليزي كده مش بتكتب عربي. ساعات هيعمل مع حرف الطه هيدي لك. تكتب جواها الكلمة اللي انت عايزها. وبعدين تقفل عن طريقة وتعمل القوس اللي بيقفل اللي هو مع رقم صفرة من لوحة المفاتيح. انت كتبتها بالشكل ده. ولكن هي هتطلع للمستخدم ايه? هتطلع للمستخدم انت الوقت مبرمج. ده الكود اللي بيكتبه المبرمج. اللي هيطلع للمستخدم اللي بين اللي هو كلمة كده. ده اللي طلع للمستخدم. في حد هيقول لي اه بس ده مش برنامج. ده انا المبرمج كتبت الكلام ده. وطلع للمستخدم الكلام ده. هقول لك ايوه ما احنا برضو بنجرب. احنا لسه لحد دلوقتي ما كتبناش برنامج كامل. احنا كل الموضوع ان احنا بنجرب الاكواد البرمجية. فانت عندك هنا بتحط الكود وبتشوف هيطلع لك ايه مباشرة. تمام? بس شوف قد ايه اللغة سهلة. يعني انت بس كتبت كلمة برينت اطبع وكتبت الكلمة دي. فاللغة سهلة ما فيهاش كلمات غريبة. عشان كده هو جيء قالك انها very straightforward. you could have جزد. انت ممكن تخمن what this does. ده بيعمل ايه? يعني انا ممكن اخمن الكود ده بيعمل ايه? وده وتنوينج بايتر. من غير معرف لغة البرمجة اللي اسمها بايتر. صح ولا لا? ممكن اعرف الكود ده بيعمل ايه? من غير معرف لغة البرمجة بايتر. ده بيطبع لكلمة على الشاشة. فهي very straightforward. خلي بالك كمان ان ده اسمه الامر او الكوماند. وده اسمه الاكسبريشن. ده اكسبريشن وده الكوماند. وده اكسبريشن من نوع سترينج. يعني ايه من نوع سترينج? النوع النصي احنا بنسميه سترينج. فده اكسبريشن من نوع سترينج. الحاجة اللي عايزك تعرفها بعد كده يعني حساسة لحالة الاحرف. يعني ما ينفعش اعمل برامت بحرف الام بدل حرف الان. يعني انا هنا كل الموضوع انا خدت دي نسختي دي. حطتها هنا. بس خليني احط بدل حرف الان حرف الام. ايه اللي هيحصل? ادى لك او ادى لك يعني. اهو بيقول لك هو مش عارف يعني ايه الاسم ده. وكمان لو جيت هنا. ناخده. هنخليه بالن وكل حاجة. ولكن هنخلي البي بدل ما هي بي سمول هنخليها بي كابيتل. برضو جاب لك نفس الارور قال لك. انا مش عارف يعني ايه ده. فلازم تتكتب بنفس الطريقة. لازم تبقى بي سمول بنفس الطريقة كده عشان تقدر ان هي تنفذ لك الامر بشكل سليم. ويكون ده حرف ان مش ام. اهو طبع لك كلمة فهو جاي هنا. طبعا زي ما قلت لك اهو. وهنا طبعا ما ينفعش انك تخلي الحرف بي كابيتل. وما ينفعش انك تخلي كلمة كلها لازم تكون بالشكل ده. كلمة لازم تكون كلها تمام? عندك زي ما قلت لك البرينت ده اسمه دي اسمها هو كتبها لك هنا كلمة اللي هتتطبع يعني. تمام? واسمه هنا بيقول لك ان انت ممكن يجي لك تمام? واند الكمبيوتر لما الكمبيوتر ما يعرفش اللي انت بتعملها دي او اللي انت كتبها في الحالة دي بيطلع لك حاجة اسمها يعني خطأ في الجملة البرمجية. طيب هنا بيقول لك ان في حاجة اسمها الانتر اكتب مود وفي حاجة اسمها الاسكريبت مود. ده كده اسمه الانتر اكتب مود. انت بتكتب الكلمة احمد. بعدين بيطبع لك كلمة احمد. بتكتب اي حاجة فبتطلع لك الحاجة دي مباشرة كده. ولكن مش ده اللي انا هعمل بيه برامج. انا عايز ابقى مبرمج واعمل برامج. اعمل ايه? بستخدم حاجة اسمها الاسكريبت مود. من قيمة فايل بعمل نيو فايل. كده. عملت نيو فايل بالشكل ده. تقدر تكتب فيه كل الاكواد اللي انت عايزها ورا بعضها. ممكن كمان تكتب فيه برانت احمد عادي. بس بتكتب الاول مجموعة من السطور وبعد ما ما بتكتب مجموعة السطور كلها بتعمل لها ران. بس عشان تعمل لها ران لازم تخزن الملف ده او تعمله سيف. من قيمة فايل بعمله سيف از. بخزنه مثلا على سطح المكتب. بسميه مثلا تست دوت بي واي. لازم تديله الامتداد بي واي. ولو ما دتلوش الامتداد بي واي هو اوتوماتيك هيعرف لك الامتداد ده. يعني هيخزنه لك اوتوماتيك بي واي. خلاص? فهو خزنه لك تست دوت بي واي. طب عشان اشغله اعمل ايه? من قيمة اضغط ران موديول. او ممكن تضغط على اف خمسة مباشرة. لو عملت ران موديول جي شغله لك مباشرة وكتب لك اعمل. بس هنا بقى انت بتكتب برنامج متكامل. مش بتكتب سطر وبتجربه بس. تمام? طيب. في الجزء اللي بعد كده? هناخد الكومنت ازاي نعمل كومنت? وهناخد كمان الفاريابلز. تعال نجرب نعمل كومنت. كومنت يعني ايه? يعني انا دلوقتي كتبت مجموعة من السطور البرمجية كتير. كتبت برنت احمد. ورجعت كتبت برنت حاجة تانية وكتبت حاجات كتير. برنت كزا برنت كزا. وبقى عندي الف سطر برمجي. انا كمبرمج هفتكر السطور البرمجية دي بتعمل ايه? مش هفتكر. طب لو حد جي ما كان يشتغل على نفس الكود بتاعي. هل هيفهم الكود ده بيعمل ايه? مش هيفهم. فالمفروض انك تكتب تعليقات توضيحية. توضح الكود ده بيعمل ايه? عشان اللي يجي بعدك يشتغل في الكود. يحط يفهم التعليقات دي بتعمل ايه? عشان نعمل كومنت. في البايثون بنضغط على علامة الشباك اللي هي شفت مع رقم تلاتة من لوحة المفاتيح. وتكتب الكلام اللي انت عايزه. مسلا. الكود ده ما بيقرهوش بيتجاهله. يعني كأنه مش موجود من ضمن الاكواد. كأنه مخفي. الكمبيلر ما بيشوفوش. يعني انا لو جيت هنا عملت مش هيعمل للسطر ده ها هيعمل لبقيت السطور بس. بيقول لك لازم تعمله الاول. اهو كتب لك كلمة احمد خمس مرات. طب وبالنسبة للسطر ده يا عم راح فين? قال لك لا. الكومبيلر مش شايفه. كأنه مش موجود بالزبط. لما انا اشتغلت في شركة برمجة كبيرة في امريكا اكتشفت ان المبرمجين بيحاولوا بقدر الامكان ما يكتبوش الكومنت ده. او ان هو يكتبو بطريقة غلط. ليه? عشان المبرمج اللي يجي بعده ما يفهمش اي حاجة من الكود بتاعه. وده ببساطة عشان ما يمشيش من الشغل او ما يمشيهوش بسهولة من الشركة. لان ببساطة الاكواد بتاعته هو بس اللي عارفه. بس المهم ان الكومنت ووظفته ايه? ووظفته ان انا يعني بحاول اوضح الكود ده بيعمل ايه? ومهم جدا لما تيجي تعمل واجب انك تحط كومنت عشان الكومنت ده يعني كويس في البرمجة. طيب. طيب النسبة للكومنت. بعد كده عندك دلوقتي انا ممكن بكل بساطة اجي هنا اقول له خمسة فيطبع لي خمسة. ممكن اقول له خمسة زائد اتنين يطبع لي سبعة. بس انا محتاج ان انا اخزن القيم دي في متغيرات. يعني ايه متغيرات? يعني مكان اخزن في القيمة دي. زي مسلا ان انا اقول له اكس بيسوي خمسة. مسلا. بقى كده قيمة اكس هي خمسة. لان انا ممكن استخدم قيمة اكس دي بعد كده. يعني انا على سبيل المثال. عملت متغير اسمه اكس. كأن انا بخزن مكان في الزاكرة المكان ده خاص بمين? خاص باكس. اكس ده عبارة عن مخزن موجود في الزاكرة. ممكن اخزن في اي رقم. اخزن فيها الرقم خمسة. اخزن فيها الرقم ستة. اخزن في رقم معين. واعمل مخزن تاني اللي هو تاني. احط فيه رقم تاني زي ستة. وبعدين اقول له تعالي حسب لي اكس زائد واي. هيروح يشوف المخزن اكس. الفاريابل اكس. قيمته كام? قيمته خمسة. الفاريابل واي. قيمته كام? قيمته ستة. يجمعهم الاتنين على بعض خمسة زائد ستة. فيديني كام? يديني 11. في حد هيقول لي طب انا ليه اعمل كده? طب انا اخد الخمسة زائد الستة اجمعها على طول. هقول لك لا. احيانا انا بخلي اكس ده اللي يدخله المستخدم. فانا ما ببقاش عارف قيمة اكس هل هي خمسة ولا اربعة ولا كام? فبعد كده في مرحلة متقدمة هنخلي المستخدم هو اللي يدخل القيمة وتتخزن في اكس. انا عملته متغير في الزاكرة خدت قيمة من المستخدم زي القيمة خمسة خزنتها فيه. وخدت القيمة ستة من المستخدم. فانا ما اعرفش المستخدم هيدخل كام? تمام? لما المستخدم دخل خمسة وستة انا في البرنامج قلت له اكس زائد واي فطبع الى احداشر لان المستخدم هو اللي يدخل القيمة. خلاص? فانا ممكن زي ما عملت هنا اقول له اكس بيسوي خمسة واقول له واي بيسوي احداش ستة. وفي الاخر هقول له اكس زائد واي. هيقول لي والله النتيجة احداشر. طيب في حاجة البيسون ده او البرنامج ده عشان نقفله بنعمل ايه? ممكن تعمل بس من لوحة المفاتيح كنترول مع حرف الدي يقفل لك البرنامج ده. تمام? وده عبارة عن ملف. زي ما قلنا عشان نفتحه تاني بنعمل ايه? بنكتب كلمة ايدل هنا. او بنروح ندور عليه. طيب لو جيت هنا قلت له اكس او خلينا نقول مسلا تلاتة في سبعة زائد اتنين. العملية الحسابية دي تدي لك كم? ادات لك تلاتة وعشرين. ليه? هو ما جمعش الاول السبعة على اتنين. سبعة زائد اتنين تسعة. لو ضربناها بتلاتة هتدي لك سبعة وعشرين. لأ هو عمل حاجة تاني. في حاجة اسمها اولويات العملية الحسابية. دايما الاولوية للضرب والاسم. وبعدين الجمع والطرح. تاني. الاولوية للضرب والقسمة. وبعدين الجمع والطرح. فهو اول حاجة بيدور عليها عملية الضرب. دي حصلت الاول. في حد هيقول لي دي حصلت الاول لانها موجودة في اليسار. هقول لك لا. تعالي ناخدها كده. نقول له اتنين. آه عفوا. ناخدها نسخ كده. وناخد دول اللي اتنين نحطهم هنا. انت هتقول له اتنين زائد تلاتة في سبعة. برضو هينفز عملية الضرب الاول وهيدي لك نفس النتيجة. اتنين زائد تلاتة في سبعة. برضو ادي لك تلاتة وعشرين. ليه? احنا عندنا اولوية للضرب. يعني لازم الضرب يتنفز الاول. والقسمة برضو بتتنفز الاول. طيب. ايه العمل لو احنا عايزين نجمع الاول اللي اتنين على التلاتة? وبعدين نرجع نضربهم في سبعة. اتنين زائد تلاتة خمسة. لما يضربهم في سبعة يدي لك خمسة وتلاتين. طيب نجمع الاول اللي اتنين زائد التلاتة ازاي? عن طريق انك تحط حواليهم اقواس. الاقواس هي اول اولوية وهي اللي بتتنفز الاول. في الحالة دي جمع اتنين زائد تلاتة ادي له خمسة ضربها في سبعة طلعت بخمسة وتلاتين. تمام? فانت كمان ممكن تعمل العملية الحسابية بالشكل ده بس اهم حاجة عندي انك تفتكر ان الاقواس الاول بعدين الضرب والاسمة بعدين الجمع والطرح. نرجع للمذاكرات بتاعتنا. دي الكممنتس و احنا عرفنا ان الكممنت بتحط علامة الشباك وبتحط الكممنت اللي انت عايزه الكمبيلر ما بيشوفش الكممنت. عندك بعد كده اللي هي المتغيرات. اللي هي متغيرات احنا بنكتب اسميها. بحيس انها تتحفظ عندي ويتحفظ القيم اللي جواه. هو عبارة عن اسم بيشير الى قيمة معينة. يعني على سبيل المثال لما اكتب بيساوي خمس. هو اسم بيشير الى قيمة معينة. مش لازم اكس. ممكن اكتب اي متغير نمبر بيساوي ست. اسم بيشير الى قيمة معينة. بيسمح لنا ان احنا نخزن ونرجع نعيد استعمال الفاليوز. انا دلوقتي اقدر اعيد استخدام الفاليو اللي هي ستة عن طريق المتغير اللي اسمه نمبر صح? يعني في اماكن مختلفة. ولكن عشان نعمل كده احنا محتاجين ان احنا نعرف الفاريبل بالشكل ده. وبعدين بعد كده نقدر ان احنا نستخدم الفاريبل عن طريق اسمه. تمام? طيب احنا بنستخدم الكلام ده عن طريق اللي هي علامة يساوي اسمها اللي هي طيب زي ما قلت لك احنا طبعا ممكن نستخدم العلامات المختلفة اللي هي الابريتور زي الجمع والطرح والضرب والقسمة ممكن احنا نستخدمهم وكمان ممكن نستخدم اللي هي الاقواس. وزي ما قلت لك الاقواس ممكن نستخدمها بالشكل ده وبتديلنا اولوية يعني على سبيل المثال المفروض الضرب له اولوية تلاتة في سبعة. ولكن لان فيه هنا اقواس هي لها اولوية اكتر من الضرب. فاحنا بنعمل الاول سبعة زائد اتنين يدي لك كام? تسعة. تضربه في تلاتة. تلاتة في تسعة بسبعة وعشرين. وزي ما قلت لك عشان تقفل البيتون ممكن تعمل دي من لوحة المفاتيح. طيب عندك هنا علامة الزائد دي بنستخدمها كحاجة اسمها كونكاتينيشن يعني علشان نجمع اتنين مع بعض ممكن نستخدم العلامة دي. يعني ايه? يعني ممكن تيجي هنا يعني ايه? اي حاجة بنضابل كوتيشن كده احمد ده اسمه وعندك علي ده اسمه تمام? فانا عشان اجمعهم الاتنين طبعا اجمعهم يعني ايه? في حالة او في حالة النص لما باجي اجمعهم يعني بلزقهم في بعض. فبتستخدم علامة الزائد. لو جيت تضغط انتر جاب لك ايه? احمد علي وحطالك بنسينجل كوتس يعني قال لك زي دابل كوتيشن مش هتفرق. هنا قال لك احمد علي. طبعا ممكن نخليهم بنسينجل كوتس كده. حرف معهم للاتنين مع بعض ده لك احمد علي. فعلامة الزائد مش لازم بس تجمع رقمين سبعة وتلاتة يدي لك عشرة. لا ممكن تجمع بحيث ان هو يلزقهم مع بعض عشان كده سميها لك كونكاتينيشة. علامة الموديلس برضو دي ممكن نستخدمها في عملية الموديلس. تمام? ممكن نستخدمها في عملية الموديلس اللي هي عملية باقي الاسم. يعني اما اقول لك تمانية على تمانية كام واحد? طب تسع على تمانية? تسع على تمانية او عشرة على تمانية? عشرة على تمانية ممكن برضو تديلنا واحد ولكن هيتبقى اتنين. الاتنين ده يعتبر اسمه باقي الاسم. ده اللي احنا بنستخدمه في علاقة الموديلس او الريمايندر. ولكن بيقول لك كمان هي لها استخدام تاني في عملية بس ده هناخده قدام شوية لسه بدري عليه. بيقول لك كمان عندنا حاجة اسمها دي كده اسمها ودي كمان هناخدها قدام شوية. هنا بيقول لك عشان تعمل بتستخدم الامر وهنا بيقول لك احنا مش محتاجين ان احنا نعمل عملية لوحدة. يعني ايه? يعني دايما كان في لغة احنا عشان نعرف المتغير ايه? كان لازم نعرفه الاول نقول له انت ايه? وده كان بيتعرف لوحده. وبعد كده ايه بيساوي خمسة? لا احنا ما بنعملش كده احنا بنقوم قيلين ايه بيساوي خمسة على طول? بنعرفه بنعمله عملية وبعد كده بنعمله الاتنين لازم يبقوا في جملة واحدة بالشكل ده. طيب. وطبعا بيقول لك بيعرف لوحده انواع من نفسه. يعني انا قلت له هنا ايه بيساوي خمسة? هو عارف مباشرة ان الاي دي مسنود لها قيمة رقمية. لوحده. لكن في الجوابه كان لازم اقول له ان ايه من النوع يعني هي قيمة رقمية. طب ما هو عارف. طب ما هو الايه اصلا? القيمة بتاعتها خمسة. مش لازم اقول له ان هو من نوع رقمي. هو فهم لوحده. لان هي قيمة رقمية. لو قلت له ايه بيساوي احمد? فهم لوحده انها قيمة نصي. لا في الجوابه كان لازم اقول له سترينج. كان لازم اقول له ان الايه من نوع سترينج. هنا لا هو بيعرف ان القيمة المسندة ليه قيمة سترينج. فبيفهم لوحده. لو قلت له ايه بيساوي تلاتة واربعتشر من مية. دي قيمة يعني ايه? يعني فيها قيمة عشرية. في الجوابه كان لازم اجا اقول له ايه بيساوي تلاتة واربعتشر من مية. طب ليه يا عم ما هو الايه اصلا مسنود لها قيمة ايه? قيمة عشرية. ليه لازم اكتب لك كلمة البيتون قال لك انا بفهم لوحده. تمام? في برضو حاجة اسمها البوليان. البوليان دي بتاخد او فولس. لما اجا اقول لك ايه بيساوي او ايه بيساوي فولس. في الجوابه كان لازم اكتب هنا كلمة هنا قال لك لا انا بفهم لوحده. طالما دي اترو او فولس. انا بفهم ان هي قيمة ايه? قيمة بوليان. فالبيتون هو بيعرف لوحده الانواع كده من نفسه. عشان كده جاي جايب لك الانواع هنا بقى. جايب لك اول نوع الانتجر اهو. الانتجر بكل بساطة ممكن اجا اقول له زد بيساوي خمسة. خلص هو عرف لوحده لان العدد المسند ليه عدد صحيح. فهم ان زد دي من نوع انتجر. طب لو جينا كتبنا خمسة على اتنين. وخزنناها بزد. ايه اللي هيحصل? خمسة على اتنين يدي لك اتنين ونص هيخزنها بزد. يبقى هيخزن في زد القيمة اتنين ونص. فزد ما بقتش انتجر. بقت ضبل. خلاص? طب لو انت عايز زد دي يطلع منها عدد صحيح. يعني هو دايما خمسة على اتنين بتطلع اتنين ونص ده الطبيعي. ولكن افرض ان انت عايز يطلع منها عدد صحيح. تعمل ايه? تقول له خمسة. اعلى. اعلى اتنين. في الحالة دي هيقول لك انه طالما ده عدد صحيح. وطالما ده عدد صحيح لازم الناتج يكون عدد صحيح. يعني لو الناتج ادالك اتنين ونص لا. حوش القيمة العشرية ويبقى العدد عدد صحيح اللي هو اتنين. تجيبوا عدد صحيح ازاي لما يكون دي قسمة مرتين بالشكل ده. بالنسبة لدي هتدي لك ايه? طالما هو قسمة فيها علامتين بالشكل ده لازم الناتج يطلع عدد صحيح. فبرضو خمسة على تنين هيدي لك اتنين. بس هيديها لك كده. ده بالنسبة للنوع او الانتجرز. بالنسبة للانواع الفلوت. تعال بقى انا اخدها كده في البرنامج احسن عشان تبقى واضحة لامور. يبقى انت عندك هنا ممكن تيجي تقول له ايه بيساوي خمسة? فخلص ايه كده عرف ان هو عدد صحيح? لو جيت قلت له ان بي بيساوي تلاتة ونص. فهم ان بي كده من النوع بياخد قيم عشرية. تمام? لو جيت قلت له ان سي بيساوي احمد خلص هو فهم كده ان سي ده من النوع بياخد قيم ايه? نصية. طب افرض ان انا جيت كتبت لك انه دي بيساوي احمد حامد يونس. يعني انا عايز ان هو يخزن احمد بس حامد دي يكون بين دابل كوتيشن بالشكل ده. وبعدها يونس. اداني سينتكس ايرور. ليه سينتكس ايرور? لانه هو كده المفروض ان هو بدء بدابل كوتيشن ومنتهي بدابل كوتيشن. بس فيه في النص اتنين دابل كوتيشن لخبطوه. فعشان في حاجة ممكن انها تلخبط زي كده المفروض ان انت عايز تحط النص ده والنص اللي في النص ده ينطبع زي ما هو. حط في الاول ثري دابل كوتيشن وحط في الاخر ثري دابل كوتيشن. مش واحدة بس. كده. كده هو فهم ان اللي انت اللي جوه ده انت عايز تطبعه زي ما هو. نفس الموضوع برضو هنستخدمه مع برينت. لو انت جيت قلتلو برينت. يعني هيعمل لك نفس الموضوع. فعندك هنا عندك الفلوت عندك زي ما احنا خدناهم بالزبط. هنا بيكلمك عن او دلوقتي بالنسبة لو انت جيت خط السطر ده. مسلا او خط السطر ده. انت لقيت ان هو كتير قوي فانت عايز تكمل في السطر اللي بعده. تعمل ايه? يعني الكود بتاعك كبير فانت عايز تكمل الكود لسه ما كملتش كتابة الكود فعايز تكتبه في السطر اللي بعده بتعمل سلاش كده. فلما عملت سلاش بقى من حقك انك تكتب في السطر اللي بعده. ممكن اجا كمل بقى في السطر اللي بعده واكتب اكواد برمجية تاني. تمام? ولما تخلص بتضغط انتر. بس ده بيخليك انك تكتب الاكواد البرمجية بتاعتك فاكتر من سطر. تمام? مش بس تعمل انتر من سلاش. لا تعمل سلاش الاول وبعدين انتر. انت دلوقتي لو جيت خدت الكود ده. من غير سلاش. ايه اللي هيحصل? هينفز الكود. انا مش عايزوا ينفزه. انا لسه عايز اكتب اكواد برمجية تانية. اعمل ايه? اعمل سلاش الاول بالشكل ده. خلاص? هنا بيقول لك كلام سابق لقوانه شوية لسه المفروض ان احنا ناخده قدام شوية اللي هو في الجافا المفروض ان احنا لما كنا بنعمل حاجة معينة او عايزين نعمل بلوك من الاكواد او عايزين نستخدم الف ستيتمنت. كان لازم نعمل حاجة اسمها البريسز او الكيرل براكتز. اللي هي الاقواس اللي بيشكل ده اللي بتحدد جزء من الكود. في البايسون قال لك لا احنا ما بنعملش براكتز عشان تحدد جزء من الكود. حتى في الف ستيتمنت لو عايز تحدد جزء من الكود. بتخلي الكود بدل ما يبدأ مع الف هنا في السطر اللي بعده بتخليه يبدأ قدام شوية. ما بتعملش كل ورا حاجة. ولكن الكود بتاعك نفسه اللي جوه جملة اف بيبدأ قدام شوية. مش على نفس محاذاة اف. الكلام ده هناخده قدام شوية. هنا راجع تاني يكلمك عن وبيقول لك ان اي حاجة بتكتب بعد علامة الشباج دي بيحصل لها اجنور دي يعني بيتم تجاهلها. هي حاجة لك انت بس كمبرمج. وممكن ان احنا نعمل حاجة اسمها حاجة جميلة قوي. انت لما تيجي هنا البرنامج اهو. وعايزين نكتب برنامج كبير بقى. نعمل و هتكتب هنا برنامج كبير. فالمفروض ان انت في الاول تعمل علامة الشباج. تيجي هنا تعمل علامة الشباج. وفي الثلاث سطور او في الاربع سطور اللي في الاول دول تكتب البرنامج بتاعك بيتكلم عن ايه? والله انا البرنامج بتاعي هيتكلم عن كزا كزا كزا. وبيعمل كزا كزا كزا. وفايديته كزا كزا كزا. دي حاجة اسمها بتعملها ليك. عشان بعد كده اللي يجي يدخل على الملف يعرف الملف ده بيعمل ايه? هنا بقى هو بيكلمك على شوية حاجات مع بعض. بيقول لك ان انت لما تيجي تعمل في البيتون يعني انت عملت مثلا بيساوي خمسة. دي معناها ان انت عملت ريفرنس لابجيكت معين في الزاكر. يعني ايه? يعني كأن انت عندك دي لما شاورت على خمسة يبقى انت عملت حاجة اسمها في الزاكرة حجزت مساحة في الزاكرة حطت فيها الرقم خمسة وخليت دي يشاور عليه. طب ده هنستفيد منه في ايه? او هنحتاجه في ايه? هتعرف كمان شوية. فهو لما يجي اكس بيساوي تلاتة برضو انت بتعمل لها بالطريقة دي على مكان تاني في الزاكر. طب افرض دلوقتي ان انت رجعت وقلت له ان اكس بيساوي ست. هل يغير ده يخلي القيمة بتاعته ستة? لا. قالك بيعمل تاني بيحط فيها الرقم ست. وبيخلي اكس يشاور عليه. يعني اكس هيشاور على خمسة وهيشاور على ستة? لا. ماهو طالما بدأ يشاور على ستة امسح الرفرنس ده. ما عادش موجود. في حد هيقول لي بس مشكلة ان خمسة دي بقت موجودة في الزاكرة وهي شغلة مكان. هقول لك ايوة ماهو بيجي عامل النظافة اللي اسمه بيعمل لها عملية مسح من الزاكرة. هي لفة طويلة شوية. بس هي بتشتغل بالطريقة دي. وده هنحتاجه لان بيجي عليه احيانا مسائل. هقول لك كمان شوية بتيجي ازاي? طيب هنا مفيش حاجة كل الموضوع ان انت لما بتيجي تقول له واي بس. يعني لو انا جيت هنا قلت له واي. هيديني ايرور. اداني ايرور ليه? لان ما فيش حاجة اسمها واي. واي ده ايه? واي ده متغير? طالما هو متغير لازم تيجي تقول له واي بيساوي خمسة. او تسند له قيمة. لكن واي لوحدها كده ما تنفعش. واي بيساوي خمسة خلاص. يبقى دلوقتي لما اجي اكتب واي عرف انها متغير في الزاكرة بيشير الى الرقم خمسة. فهيجي يكتب لك خمسة. طيب هنا بيقول لك هل انت ممكن تسند متغيرين مع بعض? ايوة ممكن يا فندم. اقول له اكس واي عايز اسند لهم اتنين وتلاتة. يبقى اكس بيشل لتنين واي بيشل لتلاتة. اهو اكس بقى اتنين واي بقى ثلاثة. طيب هنا بيقول لك المتغيرات ودي خلي بالك ممكن يجي عليها سؤال. السؤال هيجي لك ازاي? انا دلوقتي عملت متغير اسمه ايه بيساوي خمسة? ونبر بيساوي ستة. ده ينفع اسم متغير ايه ينفع? ده ينفع اسم متغير ايه ينفع? طب ايه هي الرول اللي انا ممكن قمشي عليها في تسمية المتغيرات? فانت عندك شوية رولز. السؤال اللي هيجي لك في الامتحان يقول لك المتغير ايه بي? هيقول لك هاتلي المتغير اللي ما ينفعش يكون اسم متغير. وهيجيب لك اندرسكور ايه. وهيجيب لك ايه ايه. وهيجيب لك كلمة اند. ويقول لك ايه في دول اللي ما ينفعش يكون اسم متغير. يبقى احنا لازم يكون عندنا رولز. اول حاجة ما ينفعش يبدأ برقم. ما ينفعش يبدأ برقم دي واحد. اتنين ممكن يحتوي على حروف او نمبرز او اندرسكورز. يبقى الاسم ممكن يكون كده. ممكن يبدأ بقى اندرسكور ما فيهاش حاجة. ممكن يكون فيه رقم بس ما يبدأش برقم. وما ينفعش ان هو يكون من الكلمات المحجوزة دي. دي اسمها كلمات محجوزة. يعني الكلمة اند من الكلمات المحجوزة ما ينفعش يكون كلمة اند. هتقول لي طب انا هاحفز كل الكلمات دي. لا مش لازم تحفظها. بس غالبا لو جاب لك كلمة هتبقى كلمة شائعة. كلمة اند كلمة شائعة. كلمة كلاس كلمة شائعة. تمام? كلمة في كلمة شائعة هناخدها بعد كده. keles كلمة شائعة دي كلها كلمات المفروض ان انت يبقى ده ما ينفعش. ده الوحيد اللي ما ينفعش. لكن اي ايه عادي ما فيهاش حاجة ده برضو عادي. ده ما فيهاش حاجة ينفع يكون اسم متغير. ده بس اللي ما ينفعش. قبل ما ناخد الجزئية دي محتاج الاول ادي لك فكرة عن حاجة اسمها الليست محتاج ادي لك فكرة عن حاجة اسمها الليست اللي هي ايه لو جيت قلت لك ايه بيساوي وانا مش عايز احط في ايه دي متغير واحد انا عايز احط مجموعة من المتغيرات او عايز عفوا انا عايز احط مجموعة من القيم يعني ايه بتساوي اتنين وخمسة وسبعة عادي جدا اقوله اتنين وخمسة وسبعة بس احطها في لستة بالشكل ده فدلوقتي لو جيت قلت له مثلا ايه قال لك ايه والله عبارة عن اتنين وخمسة وسبعة الليست دي كمان فيها ميزة ان انا ممكن اعمل لها ابند يعني اضيف عليها قيمة تانية اقول له ايه ضد ابند ضيف لي عليه الرقم تماني لو جيت قلت له اطبع لي ايه قال لي ايه دلوقتي بقت اتنين وخمسة وسبعة وتمانية يعني انت ممكن تضيف قيمة انا لما عملت ابند للتمانية خد القيمة كلها اللي هي ايه وضف عليها القيمة تمانية فبقت اتنين وخمسة وسبعة هما نفسهم وضف عليها القيمة تمانية تمام دي بالنسبة للليست طيب انا عايزك بقى تركز في الموضوع اللي جاي ده كويس جدا الموضوع ده مهم جدا وهيفيدك لو جالك مسألة لخبط في الاختبار اللي هو النصي المتغير النصي وانتجر اللي هو المتغير الرقمي والنوع اللي هو فلوت الانواع دي بيقولك انها اسمها اميوتابول او هي من النوع اميوتابول يعني ايه اميوتابول يعني بمجرد ما بتتعرف ماينفعش ان انا اغير القيمة بتاعت يعني ايه برضو يعني انا لو جيت هنا عملت اكس بيساوي خمسة ايه اللي بيحصل في الزاكرة اللي بيحصل ان اكس بيشير الى القيمة زي ما قلت لك بيعمل لها ريفرانس الى القيمة خمسة ايه ده طب انا ما عرفش اغيرها ازاي يعني انا ماينفعش اقول له اكس بيساوي اربعة لأ ممكن تقول له اكس بيساوي اربعة بس في الحالة دي زي ما قلت لك بيغير الرفرانس بيخليه روح على اربعة وبيمسح القديم بس خلي بالك انه في الحالة دي مغيرش القيمة بتاعتها لا ده هو عمل اوبجيكت جديد في الزاكرة وعشان كده الانواع التلاتة دول بنسميهم اميوتابول عشان كده هو ممكن يخليك تفرق في الاختبار بين اميوتابول وميوتابول تمام وكمان ممكن يدي لك مثال زي ده او يجيب لك المثال بطريقة تاني يقول لك مثلا ايه يقول لك عندك اكس بيساوي تلاتة وبعدين عندك الواي بتساوي الاكس دي واي تمام ورجع بعد كده قال لك ان الواي بتساوي اربعة برينت اكس هو الاكس قيمتها بكام الاكس قيمتها بتلاتة فانت بتعمل متغير اكس انت يشير على الاكس بس بعد كده الواي بيساوي اربعة يبقى في الحالة دي الواي ما عادش بيشاور على اكس صح برينت اكس اكس زي ما هي ما تغيرتش هي بتلاتة في حد ما هيقول لي طب ما هو بالعقل كده انا لو جيت بسيت على الكود هلاقي ان اكس بتساوي تلاتة وبعد كده الواي بتساوي اكس يعني الواي بتساوي تلاتة وبعد كده الواي اتغيرت بقى اربعة برينت اكس اكيد هيطبع تلاتة لان تلاتة الاكس قيمتها ما تغيرتش هقول لك في الحالة دي هي ممكن انها تنفع ايه ولكن في حاجة تانية هاخدها بقى اللي هي الانواع الميوتابول هتعرف الفرق دلوقتي هناخد دلوقتي الميوتابول اللي هي الانواع زي الليست. ركز بقى معايا في المثال. لو قلت لك ان ايه بيساوي واحد دي لست اخلي بالك. واحد واثنين وتلاتة. وبعد كده قلت لك ان بي بيساوي ايه? وبعد كده قلت لك ايه? ضوط اب بند اربعة. وجيت قلت لك برينت بي. تفتكر بي هتطبع ايه? انت هتقول لي والله ايه هنا? بتسوي واحد واثنين وتلاتة. وبي بتسوي ايه? يعني بي دلوقتي بقت واحد واثنين وتلاتة. دي ايه دوت اب بند? يعني احنا غيرنا على ايه بس مغيرناش على بي. لما نيجي نطبع بي هتبقى هي نفس القيمة اللي هي واحد واثنين وتلاتة. هقول له غلط. لما تيجي تطبع بيه هيدي لك واحد واثنين وتلاتة واربعة. ايه اللي حصل بالزبط? اللي حصل ان الليست من النوع الميوتابل. ميوتابل يعني ايه? اي تغيير هيحصل على اي واحدة فيهم هيقصر على التاني. انت لما قلت له ان ايه? بتساوي واحد واثنين وتلاتة. راح عمل لك كده لستة. هتطلق فيها واحد واثنين وتلاتة. تمام? وخلى ايه تشاور عليه. لما جيت قلت له ان بي بيساوي ايه? خلى بي تشاور على نفس المكان. تمام? فبقت ايه ايه وبي هم الاتنين بيشاوروا على نفس المكان. لما جيت تقول له ايه دوت اب بند اربعة? هما الاتنين بيشاوروا على نفس المكان. يبقى انت لما جيت هنا قلت له ان ايه? لو قلت له ان ايه دوت اب بند اربعة يبقى انت بتضيف العنصر اربعة للقايمة نفسها. القايمة اللي ايه وبي هما الاتنين بيشاوروا عليه. يبقى لما تيجي تطبع به هيطبع لك برضو اللي اربعة. لما تيجي تطبع ايه? هيطبع لك برضو الاربعة. اذا اي تعديل بيحصل على واحد فيهم هو بيحصل على الاتنين. الكلام ده بيكون في النوع الميوتابل بس زي الليست. ولكن ما بيحصلش في النوع الاميوتابل. بيحصل في النوع الميوتابل وما بيحصلش في النوع الميوتابل. في العصة. يعني بوضوح. هنا اميوتابل. اميوتابل ما فيش واحد منهم بيأثر على التاني. كل واحد يعتبر منفرد لوحده. انما هنا النوع ده اللي هو زي النوع ده اي واحد من الاتنين بيأثر على التاني. اي تغيير يحصل هنا بيأثر على ده. واي تغيير يحصل هنا بيأثر عددنا. خلاص? فهو جايب لك هنا بيقول لك ايه? بيقول لك ان ايه? دي لستة فيها واحد واثنين وتلاتة. وبعدين قلنا ان بي بتسوي نفس اللست. فبي كمان بقت واحد واثنين وتلاتة. لما نقول له ايه دوت اب بنت اربعة. يبقى احنا غيرنا ايه? خلناها تضيف عنصر كمان اللي هو اربعة. يبقى دلوقتي ايه? ما عادتش بس واحد واثنين وتلاتة. لا ده احنا ضفنا عليها كمان عنصر بقت اربعة. فقال لك لو جيت طبعت بيه هيضبع لك ايه? هو استغرب بقى هنا ان بي طلع له واحد واثنين وتلاتة واربعة. احنا عارفين لان احنا خدنا الكلام ده عارفين ان الايه والبي لانهم من النوع ميوتابل? فاي تأسير بيحصل على واحدة هو بيحصل على التانية. بس هو هنا بيتساءل بيقول لك ليه? يعني انا لما ضفت ضفت على ايه بس? العنصر الرابع. لكن لما جيت طبعت بيه طبع لي ده ليه? يعني طبع لي واحد اتنين تلاتة اربعة ليه? فهو طبعا لانه من النوع ميوتابل والنوع ميوتابل اللي اتنين بيقصروا على بعض. السؤال اللي ممكن يجي لك في الامتحان انه ممكن يجيب لك اكزامبل زي ده ويقول لك ايه هي النتيجة? لما تيجي تطبع بيه ايه هي النتيجة? طبعا لانها لستة واللستة من النوع ميوتابل يبقى هتطبع لك واحد اتنين تلاتة اربعة. فهنا جاي بقى جايب لك الموضوع من اوله. بيقول لك انا هفهمك ليه? فجاب لك الانواع العادية. قال لك ان اكس بيسوي تلاتة. واكس بيسوي تلاتة دي معناها ان احنا بنسند اكس لتلاتة بالشكل ده. ومدي لك هنا مثال على بيقول لك بقى ان في حاجة اسمها يعني جايب لك الموضوع من اول وخلص. بيقول لك في حاجة اسمها واميوتابل دي اللي هي الانواع العادية اللي هي زي وفلوت وسترينج وطابل. بيقول لك الانواع دي تمام? وعايز يفهمك بعد كده يعني ايه فبدأ انه يفهمك واحدة واحد. قال لك ان اكس بيسوي تلاتة. وبعد كده احنا زودنا على اكس واحد. فلما زودنا على اكس واحد بقت اربعة. فطبعنا هنا اربعة. فجاي بيفاهمك الخطوات. بيقول لك ان اكس بتشاور على تلاتة. طب لما زودنا عليها واحد اللي حصل خلي بالك. اكس في الاول اسندنا لها تلاتة. لما نزود عليها واحد هل هنغير ده نخليه اربعة? لا. ده احنا هنعمل اوبجيكت جديد. هنحط فيه اربعة. ونخلي اللي ده بدل ما يشاور على ده يشاور على ده. وبعد كده نمسح اللي فوق. طيب. ركز معي بقى في الاكزامبل ده وتعالى نحل. اكس هنا بتسوي تلاتة. اكس بتسوي تلاتة. واي بيسوي اكس. بقت واي بتسوي تلاتة. واي بعد كده بتسوي اربعة يعني واي اتغيرت. لما تيجي تطبع اكس هيطبع لك ايه? لان ده اميوتابل اميوتابل. يبقى في الحالة دي اللي تنمى اللي همش دعوة ببعض. كل واحد بيتغير مع نفسه. يبقى انت هنا في الاول قلت ان اكس بتسوي تلاتة. وبعد كده واي بيسوي اكس. مش معنى كده انك ربطتهم ببعض. لا. كل واحد لو لو انت غيرت واي ما يقصرش على اكس. ليه? لانهم من النوع اميوتابل. ده اللي يهمن انك تعرفه. فلما تطبع اكس طبعا هيدي لك تلاتة. او بيفاهمك بقى الخطوات حصلت ازاي? كلام ده احنا خدناه بالتفصيل يعني. وهنا بيوريلك الفرق بين الاتنين بين الاميوتابل والميوتابل. وهنا بيوريلك ازاي حصلت عملية الميوتابل في الليستة. وليه الاتنين لما ارتبطوا ببعض لما انت قلت بي بيسوي ايه دي معناها? طالما ان النوع ده ميوتابل. طالما قلت له بي بيسوي ايه? بانت ربطتهم مع بعض. الاتنين حصل بينهم ترابط. اي تغيير في الاولانية هيقصر على التانية. واي تغيير في التانية هيقصر على الاولانية. يبقى انت لما قلت له ايه ده اتقبند اربعة? يبقى انت عملت اتقبند للتنين. لان التغيير في واحدة هيقصر على التانية. ليه? لانهم من النوع ميوتابل. هنبدأ بعد كده ندخل في الاف ستيتمنت والاف ستيتمنت بقى هنبدأ بقى في البرمجة اللي بجد. يعني هنبدأ ناخد برامج ونشوف البرامج اللي بتيجي في الامتحان شكلها عامل ازاي? ده هناخده ان شاء الله في الفيديو الجاي. مشكل ده خدنا الجزء الاولاني من شابتر سبعة. اشوفكم في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.